بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم موضوح حسابة الفرس على الأسطح وخاصة الأسطح الميلة اللي كنا نهمين المحاضرة اللي فاتت وشوفنا مقدار الفرس النهاردة هنتكلم زي بنحدد نقطة تأثير هذه الفرس زي ما شوفنا المرة اللي فاتت ان قيمة الفرس عبارة عن γاما في H bar في A حيث ال H bar هي المقاصة من السطح الحر لحد مركز المساحة الموجودة عندنا وحددنا عايزين نهاردة نحدد نقطة تأثير هذه resultant force عشان نحدد نقطة تأثير resultant force وانها بتأثر في نقطة بنسميها pressure center وزي ما شوفنا من الرسم اللي كان قبل كده انه pressure center مكانها بيبعد عن مركز السقل طب عشان نحدد position بتاع pressure center بعمل ايه اول حاجة باخد المومنت around the axis O O يبقى العزم بتاع مركبات القوة بيساوي عزم المحصلة حولين نفس الأكسس لان عندي نظرية بتقول ان عزم المحصلة حولين الأكسس هو بيساوي مجموع مركبات عزوم المحصلة حول نفس الأكسس اللي هو هو طب انا عندي الفرس F والمسافة بتاعي يبقى ايه ايه بيساوي بيساوي تكامل لاندي دي عبارة عن مجموع عزوم القوة يبقى لما نيجي نبص عندنا هنا Pressure في DA واضربه في المسافة Y Pressure عندي عبارة عن Gamma في H bar بشيل ال H وحط بدلها ال Y sin theta يبقى دي Gamma في Y Y sin theta DA يبقى دي Gamma sin theta في تكامل Y square DA تكامل Y square DA من درستنا السابقة بنسميه Second Moment of Area يبقى المقدار Y square DA التكامل بتاعه Second Moment of Area اول اللي بنطلق عليه تجاوزا Moment of inertia انا باخد حاولين الأكسز OO يبقى تكامل Y square DA بيساوي I OO المومنت of inertia around the axis OO يبقى من المعدل اللي فوق دي بجيبي ال Y c b تبقى Gamma sin theta في I OO على Gamma sin theta Y bar في A يطلع عندي ال Y c b بتساوي I OO على Y bar في A أنا الأكسز OO ده كان أكسز اكسز اكتياري لكن أنا عايز أكسز يرتبط بالشكل بتاع السطح اللي موجود عندنا فبستخدم نظرية من النظرات المهمة جدا اللي انت درستها اللي هي ال Parallel serum ال Parallel serum بتقول يا شباب بتقول أن عزم القصور الذاتي حول أي أكسز زي I OO بيساوي عزم القصور الذاتي حول الأكسز المرر بمركز السقل زائد الإرية في مربع المسافة بينهم يبقى ال I OO زي ما احنا شايفين بتساوي I G زائد Y bar سكوير في A أنا بعوض في المعادلة اللي جبناها بلكده يطلع عندي أنه ال Y C B اللي هو مكان نقطة تأثير ال Pressure force بيساوي ال Y bar زائد الإي جي على A في Y bar حيث الإي جي is the moment of inertia around the axis passing through the centroid الإي هي عبارة عن الإرية تاعة السطح المغمورة عندي يبقى أنا عندي هنا القانون ده من القانوني المهمة جدا جدا يبقى أنا شفت الفرصة اللي كان مقدار ال F بتساوي γاما في H bar في A ونقطة تأثيرها Y C B بتساوي Y bar زائد IG على A في Y bar لو أنا قلت Y C B ناقص Y bar لو قدرك تبقى بالشكل ده Y C B ناقص Y bar بتساوي ال I G على A في Y bar وده ال difference بين مركز السقل ومركز الضغط في حالة الإنكلاين سيرفس إن شاء الله المحاضر القادمة نستكمل هذا الجزء ونشوف بعض التطبيقات عليه إن شاء الله وشكرا